اهي مطلعها لكم هنا كنت تسيبع عشان تفضل مفروضة تمام؟ كنت حطيتها في البتاع بتاعة الايباد هذا هو العرض الاول لو تفتكروا السنة اللي فاتت زي دلوقتي كنت وردكو العشرة جنيه ده العرض الاول للعشرين جنيه العشرين جنيه الجديدة اهي كويس شفافة استنى استنى بصوا الكرافطة اي جاي كيبه تمام؟ تمام؟ ده العرض الاول اهو للعشرين جنيه اه ممكن ممكن تلاقيها مغير الكرافطة بصوا صح؟ ممكن كانت حطوا فيها حتى زرقه عادي المهم انه انا باعرضها لحضراتكم بقى ليه؟ لانه حيتم تدولها خلاص ابتداءا لانا فهموا انه ده حتبقى بكرة في البنك يعني بكرة حتبقى فوق الاربعة تلاف فرع فكل البنوك حتبقى موجودة بكرة في البنك الفلوس الجديدة بتاعت العيد اه بعرضها على حضراتكم بشكل مباشر اه انا استهم على عشر جنيه كنت فاكرة انها قدل عشر نيكو تزعلان شوها بصراحة بس 3 هي اكبر من العشر جنيه يعني سنة صغيرة بسه اكبر يعني الحمد لله عموما العشرين جنيه دي بقى حضراتكم انا بوريها لكم لانه طبعا على مدى الايام اللي فاتت ظهر التصميم التصميم ده كان تصميم قديم او تصميم افتراضي المهم يعني انه هو مش التصميم الصحيح اللي كان عليه موضوع الوان قز قزح ده اللي عامل مشكلة فيه ناس كثير بتقول الله الموضوع بتاع القز قزح ده يعني افسد بوز علينا القز قزح يعني فيه ناس بتحبوا الوان لطيفة والناس كلها كبت بالنسبة للاطفال طبعا دلوقتي بقى مشكلة تانية خالص رحنا في سكة مختلفة تماما يعني فبوزوا علينا الموضوع ده في كل حاجة المهم انه العشرين جنيه مش موجود عليها ولا قز قزح ولا بتاع اعتقد ان ده جامع محمد علي في القلعة صح ومن بكرة هتبقى في كل البنوك ان شاء الله وده زي ما قلت لحضراتكم العرض الاول للعشرين جنيه اللي انا هاخدها من وليد ومش هرجعها له اشتركوا في القناة شكرا